كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم توقيع اتفاقية إطارية بين شركة ميناء القهرى الجوي ومجموعة جزحوبا الصينية المحدودة للتعاون في تقديم مقترح حول أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل لتطوير مدينة مطار القهرى لشحن الجوي والمناطق اللوجستية يأتي ذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس السيسي في الدورة السالثة لمنتدى الحزام والطريقة للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية في كين وبمجب هذه الاتفاقية تعحدت شركة ميناء القهرى الجوي لشركة مجموعة جزحوبا الصينية المحدودة بأعداد مقترح خاص بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل لتطوير مدينة مطار القهرى لشحن الجوي والمناطق اللوجستية موسيقى